دعونا مشاهديا نتعرف على أبرز رواد القصة في الأدب العربي الحديث حيث نجد روائي والقاس والصحة في غسان كنفاني الذي ولد في مدينة عكا شمال فلسطين عام 1936 ويعد من أشهر الكتاب والأدباء في القرن العشرين ومن أبرز أعماله القصصية موت سرير رقم 12 وأرض البرتقال القميص المصروق وما تبقى لكم نجد كذلك الكاتب والأديب المصري توفيق الحكيم الذي ولد عام 1998 ويعد من رواد 1898 ومن أبرز أعماله القصصية عهد الشيطان راقصة المعبد وسلطان الظلام وعدالة وفن كذلك نتابع من أبرز رواد القصة في الأدب العربي الحديث زكريا تامر وهو الأديب والقاس السوري والذي كان له بصمة في مجال الأدب العربي الحديث حيث يُعب من أبرز كتاب القصة القصيرة في الوطن العربي ولد عام 1931 ومن أبرز أعماله القصصية صهيل الجواد الأبيض الرعد ودمشق الحرائق وندم الحصان ومن القامات الكبيرة كذلك نجد الأديب والمؤرخ الصحفي المغربي عبد الكريم غلاب والذي ولد في عام 1919 وله العديد من الأعمال القصصية منها مات قرير العين الأرض حبيبتي أخرج من الجنة وهذا الوجه أعرفه ومن ثم نجد إيميلي نصر الله وهي من أبرز الأديبات والناشطات النسويات العربيات في لبنان ولدت إيميلي عام 1931 ومن أبرز أعمالها في مجال القصة روت لي الأيام ولحظات الرحيل وليالي الغجرية وأوراق منسية